موسيقى مرحبا جماعة كيف حالكم؟ ماشي اخباركم اليوم اجتلكم باخر درس في المتطابقات المثلثية اللي هي عنا اخر هي عيلة مقسمة لجزئين او عيلتين اللي بدك اياها ما فيه اي مشكلة اللي هم متطابقات تحويل الضرب اللي جمعوا فرق جمعوا طريح يعني وبالعكس متطابقات تحويل الجمع والفرق لضرب هم اخر عيلتين ويعني انا بعتبرهم ان ازمخ عيلتين عشان هيك بك طريح شوفوه اخذوا هذا الاسلوب كل واحد بنامع تاخذ بنامع جنبية في هاي الاستيكي نوت تعرفوها الاستيكي نوت اللي اللونها زهري وبفسفوري وبنفسجي ومنداري شو جيبوا الاستيكي نوت واكتب عليهم هذول العيلتين لان هم هذول العيلتين شوي بخربطن عن جد بخربطن فحطوا كل عيلي على استيكي نوت وخليها على تختك او تختها او او اذا بتنامع جنبية على الحيط مثلا عند المكتب مش انت المكتب بكون قدامك الحيط صح؟ حطوا على الحيط عشان ضلها يعني دايما تشوفها دايما تشوفها دايما جمعها استيكي نوت دايما اي شغلة بتخربط فيها اكتبها على استيكي نوت وحطها على الحيط عشان اي ش دايما تشوفها فهون مش رح تنسيها خلاص رح تنسى خون تمام تمام فهي نوع من النوع يعني من التسهيل علينا في هذول العيلتين طيب جماعة نزلت على البطاقة نزلت مضلش اشي خلاص ضل علينا المتشعب اصي لغاريتمي حصة حصتين ثلاث 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 حصاص وبدنا ندخل نطبول المادة طيب تعالي المتطابقات المثلثية رقم اربعة احنا عنا مقدمة واربع فيديوهات من الطبقات خمس فيديوهات على المثلثية هيك يعني بتشوف الموضية احسن وامورنا تمام رح اطلع بصحيح بلايب احل شفتوا الاسئلة الهوموركات الواجبات اللي كنت اعطيهم في كل الفيديوهات رح اطلع بلايب احلهم كلهم عشان كل حدا يشوف انه هل له صح ولا لا لانه كثير بيجيني وسأتحلي صح هل له ابصر ايه اشو فيه ناس بشوفهم فيه ناس بشوفهم مش عشان يكون فيه عدل في الموضوع طيب خلينا نبلش اول اشي من اسمها من اسمها خلينا نختار اي لون احنا في اهونا اصفر ابيض كرتوازي اولا بصر شو هالله البنات بكيفوا على بيعرف اللون يا اخي بتلاقي البنت بتجيب اللون وانا واشعار شو الطبخ معلن متطابقات تحويل الضرب اكيد بدي يكون ضرب الى جمع وفرق اكيد بدي يكون يا طرح يا جمع انتو كيف فعشان هيك من اسمها من اسمها متطابقات تحويل الضرب هايها ضرب ساين في ساين بس هون الزاويتين مختلفات هون الزاويتين ايش مختلفات متذكرين متطابقات ضعف الزاوية ساين الثو اكس شو كنا نحكي عنها اثنين ساين الاكس كوساين الاكس صح؟ قلت لكم اذا بدي اقسم على اثنين على اثنين اثنين محاية اثنين بتروح صح؟ راح يصفي عندي ساين الاكس كوساين الاكس بشو بتساوي نص ساين الثو اكس وشو قلت لكم عنها هاي انه ما في الشيثين هون هاي مهمة وقلت لكم اعرف انه هاي ازاي وشمالها هاي نفس صح؟ فتكترف شغلي يا حبيبي يا عزيز الطالب طبعا هون ساين في كوساين وين في ساين في كوساين زي هاي ساين في كوساين بس شو الاختلاف بين هاي وهاي هون الزاويتين متشابهات يعني نفس الزاوية فبيكون الجواب نص ساين الثو اكس يعني ضعف الزاوية اذا كانت هون اكس دو اكس اذا هون ثري اكس سيكس اكس هون ايت اكس هون سكستين ايت سكستين اكس يس فبدا تكون ضعفها حلو هون الزاويتين مختلفات هون الزاويتين ايش مختلفات فالها متطابقة يعني احنا هون بنحكي في متطابقات تحويل الضرب الى جمع وطرح بس حطوا نوت انه الزاوية الزاوية ايش مختلفة الزاوية ايش مختلفة حطوا نوت جنبها وانتو بتلخصوا الزاوية هون مختلفة عكس ضعف الزاوية يعني هي هاي صاين في كوصاين وهي صاين في كوصاين وصلت بس هون الزاوية متشابهة هاي باستخدم المتطابقة بينما هون الزاوية مختلفة رح استخدمها هاي فهمتوا طب خلينا ندخل على المتطابقات بدناها شلتوا نعجن بس تكتفهموا ان هون الزاوية مختلفة مش متشابهة متشابهة هلو متشابهة متشابهة طيب صاين في صاين ولا كوصاين في كوصاين اذا كانت النسبة نفس نفس يعني نفسها سين سين كوسين كوسين سين سين كوسين كوسين السيد حالي ياباني سين سين كوسين كوسين طبعا فهو على طول الجواب بدي يكون فيه تنتين كوسين يعني في السين سين وفي الكوسين كوسين إذا كانت النفس النسبة أو النسبة نفس الجواب بدي يكون فيه كوسين كوسين هسه بدي يكون طريح ولا جميع في السين احنا متعودين أن نكون محا الطريح وفي الكوسين بدي يكون محا مادذكرين متطابقة نسف الزاوية اللي هي ساين تربيع بساوي نص واحد ناقص لأنها ساين تربيع كنا نحكي واحد ناقص الناقص مرتبط مع الساين الناقص مرتبط مع الساين زا Twe مرتبط مع الكو ساين كنا نحكي كو ساين تربيع x بساوي نص وحد نفتح قوس واحد زا shattered Rockefeller bei Kopf nos كنا نحكي واحد زائد كو ساين تربيع x لازم تكون الزاوية هون ضعف اللي هناك حلو؟ هاي منتطابقات نصف الزاوية فربطنا الزائد بالكوسين وربطنا الناقص بالصين هون نفس الشي صين صين كوسين كوسين بدأتكون النسبة نفس يعني بدأتكون كوسين 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 بس شو اللي اختلاف؟ الصين بأخذ الطرح والصين بأخذ الطرح والكوسين بأخذ الجمع خلص تعالوا نشو نص هاي نصف الكل يعني هذا موجود في الكل الثابت بتفتح قوس طرح الزاويتين وجمع الزاويتين طرح الزاويتين وجمع الزاويتين موجودات في الكل يعني الشغلات الموجودة في الكل خلص ها ضلع الكل بمشي طرح الزاويتين ألفة ناقص بيتا ألفة زائد بيتا طبعا مش شرط ألفة وبيتا شو ما كانت الزاوية 2x5x من زاوية مختلفة فباجي بحكي في الصين صين كوسين طرح الزاويتين ناقص لأنها الصين ناقص احنا ربطنا الصين بالناقص حلو؟ العridd إيش؟ ربطناها بالناقص KOS , طرح الزوايتين كلها مضروف في نص طيب تعال هون KOS , KOS لأنه نفس النسبة KOS , KOS , Sine ديك يعطينا cos , KOS بس هون لأنه KOS مرتبط في مين؟ مرتبط في الجمع مرتبط في الجمع على طول نص زي ما هديك الهناك KOS , KOS هنا طرح طرح طريح الزاويتين جمع الزاويتين صارت سهلة يعني ها شفتوا نوع من التسهيل فلما يحكي سين سين نص كوسين طريح الزاويتين سين بيخد طريح ناقص كوسين زاويتين في كوسين كوسين لأنه نفس النسبة راح يأتينا كوسين كوسين لكن كوسين بيأخذ الجميع بيحط الجميع نص بره طريح الزاويتين جمع الزاويتين انتهينا خلصنا هاي وهاي واحد وثلاث تعتني شعة 2 و 4 هنا مختلفات sin cos cos sin sin cos cos sin. دائماً تعدي 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 تعدي. حساب النسب المثلثية من قبل الثانية؟ sin أو cos؟ بالنسب المثلثية يستعز sin قبل cos. إذا sin قبل cos ومختلفات sin قبل cos. طبعاً الزوايا مختلفة. يعني إذا مش زوايا مختلفة برجعنا مطلعي في الزاوية. دعوا بعدكم. تبعوا علي. زوايا مختلفة تمام. sin cos مختلفات في النسبة. يعني sin وcos. من قبل الثانية. sin قبل cos. الوضع الطبيعي إنه sin تكون قبل cos. فرح يكون جمع. زائد هون وهون زائد. أما هون لما حكي cos sin. الوضع الطبيعي sin قبل cos. لما تصير cos قبل sin. دي يكون طريح. وطريح بروا. طريحتين. طريح بهون وطريح هون. وصلت إن عيد. إذا كانت sin قبل cos. الوضع الطبيعي أصلا إنه sin قبل cos. أصلا لما درسنا النسب المثلثية. من درس أول إشي sin. بعدين نروح لcos. صح؟ فالوضع الطبيعي لما نشوف sin cos. تكون جمع. جمع جمع. بره جمع وجوه جمع. أما cos sin. cos قبل sin. لا. هنا اختلف الموضوع. قلب. فلما قلب نحط طريحون وطريحون. وبتصفك. sin sin sin. إذا كانت النسبة عكس. دي يكون جواب sin sin. النسبة عكس sin sin. النسبة نفس. cos cos. cos cos. إذن لما تكون النسبة نفس. بدي يكون معي cos cos cos. لما النسبة عكس. مختلفات مختلفات. sin sin sin. sin sin sin. وصلت. ها طلاب. النسبة نفس. cos cos. النسبة نفس. cos cos. sin sin. الطرح مرتبط بالsin. جمع مرتبط بالcos. حلو. هسا لما نكون مختلفات. sin cos cos sin. الجواب بدي يكون sin sin. بس الإشارات. sin ما هي بتيجي قبل cos. وضع الطبيعي. إذن هون مجموع. cos قبل sin. لا. طرح طرح. فهصل من يجا. sin cos. شو هي نص. sin طرح الزاويتين. و sin مجموع الزاويتين. طرح الزاويتين و مجموع الزاويتين في الكل. والنص في الكل. فس بتكتعرف أنه النسب مختلفات sin sin. شارع إيش. جمع. ليش نص sin قبل cos. خلاص هيك بحفظها. cos sin لا. cos قبل sin. آه. هون تطلق فيه سالب بره وسالب جوه. حلو. sin طرح الزاويتين. صارين جمع جويت. ليش حكيت sin sin. لأنه مختلفات. النسبة مختلفة sin sin. النسبة نفسها cos cos. هاي هي العيلة. طيب تعال نشوف الأسئلة. هاي سؤال. خلينا نطبق يا. خلينا ياش نطبق. يلا. sin sin. النسبة. دم. النسبة. النسبة. النسبة ولا النسبة. طيب. هون النسبة نفس. لما قال للأستاذ النسبة نفس. بدي يكون cos cos. حلو. إذا بحط نص. cos cos. صح. صح. إذا النسبة نفس. cos cos. حلو. sin مرتبط في مين. مرتبط في الطرح. صح. الصين مرتبط في الطرح. حلو. إذا هون طرح الزاويتين. هون جمع الزاويتين. صح. صح. تعال نشوف شو الزاويتين. يلا. 3x. ناقص 5x. هون. مجموع الزاويتين. 3x. زائد 5x. 2x. صح. بس. خلصنا. أي نص. 3x ناقص 5x. 3x ناقص 5x ناقص 2x. صح. ناقص. 3x و 5x. 8x. خلص. طبعا السالب في الكوسين. متطابقات الزاوية السالبة. الكوسين لما يكون في الزاوية السالبة. بتقدر نطلعه. نطيره. فبيصير نص. كوسين. 2x. يعني كوسين السالب 2x هي نفسها كوسين 2x. في الزاوية السالبة. في الكوسين. إذا استللنا السالب عادي. ناقص كوسين 8x. طبعا بقدر أوزع النص. خلصنا السؤال. نز lug مصفره. حسنا النص هو مختلفه. والزاوية مختلفه. يعني هنا اساتة 7x وهو x. مختلفات. إذا متشابهات با أستخدمين الزاوية. مختلفات. والنسبة×حلوب. إذا Smithجي يكون هنا sains. يعني هاي نص سين سين. صح. صح والله است Chin. هسا هسأ النسبة مختلفة ، عندي sains. النسبة متشابهة ، يكون عندي cos cos. حلو الكلام؟ حلو الكلام. والله عداك العيب يأستاذ. طيب. هس sin إجت قبل cos أو cos قبل sin؟ خلنشوف. sin قبل cos. الوضع الطبيعي إلها إنه sin تيجي قبل cos فبدأت أخذ جمع. هون جمع. إذا كانت cos سيبدأت أخذ طريح هون وطريح هناك. بعدين هون فرق الزاويتين جمع الزاويتين. فرق الزاويتين 7x ناقص x. وهون 7x زائد x. خلاص خلاص. هيا نص. ساين. 7x ناقص x. 6x. زائد. ساين. 7x زائد x. 8x. خلاص خلاص. وبتقدر توزع السالة بتوزع النص. وصة يا جماعة فالموضوع سهل. يعني سهله بسهل وكبره بكبر. فتبهوا هون الزاوية مختلفة. الزاوية مختلفة. تبهوا لهذه الشغلة. إذا الزاوية متشابهة في الصين كوصين. باستخدموا التطابق قضع في الزاوية. باستخدموا التطابق قضع في الزاوية هيا. ديروا بالكم. ديروا ديروا بالكم. طيب بنيجي هون. هسا العيلة مش الثانية. يعني أنا بعيل. هن نفسهن. بس طلعوا هون. ساين زائد ساين. ساين ناقص ساين. كوصين زائد كوصين. كوصين ناقص كوصين. فلاحظوا في الأربعة النسب متشابهة. ساين ساين. ساين ساين. كوصين كوصين. كوصين كوصين. تنسب مالها. وتشابه. رجزوا معي. شو بدي أعمل. ساين زائد ساين. والساين ناقص كوصين. بتربط هاي في هاي. بتربط ايش؟ هاي في هاي. حلو. إذا كانت ساين ساين. ساين ساين. ساين ساين. بدي يكون عندي. طلعوا. في الجمع. الوضع الطبيعي. إنه الساين تيجي قبل الكوصين. قبل شوي حكينا. الوضع الطبيعي. إذا كانت بالجمع. الساين. تو ساين. كوصين. الجمع. يعني الوضع الطبيعي. إنه الساين تيجي قبل الكوصين. إذا كانت طرح. الكوصين قبل الساين. يعني بدي يكونوا مختلفات. ساين ساين. ساين ساين. بدي يكون النسبة في الجواب مختلفة. sin cos 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 sin لكن كيف نعرف إذا جمع sin قبل cos إذا طرح cos cos بعدين 2 و 2 هذه موجودات هون مجموع الزاويتين على 2 طرح الزاويتين على 2 في هون كلهم الأربعة مجموع الزاويتين على 2 و طرح الزاويتين على 2 موجودة في الأربعة نعيدها sin 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 بدي يكون عندي النسبة مختلفة هسا إذا كانت جمع بدي يكون sin قبل cos بالطرح بدي يكون cos قبل sin إحنا ربطنا جميعا إذا sin منطقي يأتي قبل cos أما طرح cos يأتي قبل sin 2 إذا تكون النسبة مختلفة في sin 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 نسبة مختلفة صح ؟ صح هسا مجموع الزاويتين على 2 طرح الزاويتين على 2 ها إذا إيش بالكل هسا هنا cos 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 بدي يكون الزاويتين بدي يكون النسبة جواب نفس بس انتبهون إحنا دائماً منربط الجمع في مين؟ في الكوسيل ومنربط الطرح في الصين صح صح يعالها كوسيل زائد كوسيل بدأتكون النسبة نفس صح ماذا بدأتكون النسبة؟ نفس ocus ب据xtures بدأتكون النسبة نفس بس أني من يتكون sin câوسيل؟ أو koscal بتطلع الإشارة جمع مربوطة في مين؟ في الكوسيل فبحكي cos coronavirus طرح مربوطة في مين؟ في الصين. صين صين وفي طرح بره. في طرح انتبهوا هاي. هاي كثير بجبوها. يعني في أسلطة الوزارة في المناهج القديمة هاي محببا للوزارة كوسين نقص كوسين. ليش؟ لانه مش طالب بنسى السالب. ولا يا جماعة. نعيد بالصين صين. صين صين بدها تكون الجواب النسبة عكس. كيف منعرف؟ إذا جمع الصين قبل الكوسين. اذا طرح الكوسين قبل الصين. خلصنا خلصنا. ومجموعu زاويتين ع этنين. مطرح زاويتين ع اثنين في المثل���ين. هاي لما يكون كوسين 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 بدها تكون الجواب نسبة نفس. طب بمدام الجواب نسبة نفس تقول لي. كرا لابد صين صين أو قوسين كوسين. ما تمدع الإشارات. اذا جمع مربوط للكوسين كوسين. طرح مربوط بالصين. وتوجده أشارة سالمة بره. تهينة ليس نقطة نبل. هسا أقول لك إنهم بيخربطوش بيخربطو. والله بيخربطو. يعني أكون أنا معك صريح والله بيخربطن. فعشان هيك حطوا العيلتين على الستيك نوت. كل واحدة على الستيك نوت حطها على في الحيط ووين ما. دايما أنت وين قاعد خليها بوجهك. وظلك إيش؟ عيد فيها. هسا سايش؟ النسبة نفس. النسبة إيش؟ نفس. إحنا قولنا لما يكون النسبة نفس يعني سين سين ولا كوسين كوسين. هسا إذا كان سين سين شو؟ هايها. طبعا هذو هم مورك. هايها. سين سين. سين سين. آه. شو بأعمل؟ بدي يكون الجواب مختلفات. يعني بدي أحط التنين. هاي دايما التنين. سين ولا كوسين. آه. انتبهناش. إشارة طريح صح؟ بالسين سين إشارة طريح بدي تكون الكوسين قبل السين. كوسين قبل السين. هون مجموع الزاويتين عثنين. هون طرح الزاويتين عثنين. يعني واضحة. مجموع الزاويتين خمسة اكس زائد ثلاثة اكس عثنين. وهون خمسة اكس ناقص ثلاثة اكس عثنين. خلص. يلا تنين. كوسين. خمسة اكس ثلاثة اكس ثلاثة اكس عثنين اكس. خلص. تعالوا هون. في الكوسين كوسين. في الكوسين كوسين. هاشوفوا شوفوا دكتبوا في شغلة. في السين سين. في السين سين. بدي يكون النسبة عكس. في الكوسين كوسين بدي تكون النسبة نفس. طلع هون جمع بينهم. هون طرح. هون احنا منحول عكس هديك. طيب. بالكوسين كوسين بدي تكون النسبة نفس. بدي تكون النسبة نفس. يعني بدي تكون يا سين سين يا كوسين كوسين. إذا جمع. جمع مربوط في مين؟ مربوط في الكوسين. اه بدي تكون كوسين كوسين. وفي اثنين. لو طرح. مربوط في مين؟ مربوط في السين سين. و بدي تكون الطرح برا. طيب خلص. خلص. يلا مجموع الزاويتين على 2 طرح الزاويتين على 2 صح يلا 2 cos 3x و 2x 5x على 2 cos 3x نقص 2x x على 2 هاي الانصر وصة جماعة فابدأ شوفوا هاي العيلة وهاي العيلة اقول لك بخربطنش بخربطن هاي تحويل المجموع والفرق مجموع الفرق لضرب نطلع هنا طلع ضرب 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 هاي العيلة او بالعكس ضرب نحاوله لجمع الطرح فزي ما بقول لكم اتبعوا هاي القاعدة اذا كانت النسبة نفس هون النسبة نفس فبدأ يكون جواب cos 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 بس كيف دي عرف اذا sin مربوط بالطرح اذا cos مربوط بالجمع وجواب cos cos اما اذا كانت النسبة عكس cos sin sin cos اذا sin قبل cos يكون جمع وجواب sin sin واذا كانت cos قبل sin ديكون طرح بره بره يعني بالنص وبره و sin sin فبتكون تنتبهوا للشغلة هاي اما هون sin 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 ديكون النسبة عكس sin cos or cos sin اذا جمع sin قبل cos واذا طرح cos قبل sin اما cos 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 تعال بالcos cos cos ديكون النسبة ايش نفسها اذا جمع ديكون cos لانه مرتبطة تجمع بالcos واذا طرح مرتبطة بالsin بس تنسوش فيه سالب بره بس هذول العلتين زي ما بقولكم شفتوهم هاي هون هاي وهاي اعملوهم على 6 نوات نصيحة 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 وظلكم عيدوا فيهم وحلوا عليهم مسائل بدأ انزل ورقة عمل عدائل ان شاء الله طب تعالوا هون sin 3x ناقص sin x على cos 3x زائد cos x بساوي 2x امبيني بدنا نثبت هاي بساوي 2x اثبت اثبت صح sin 3x يعني هون sin ناقص sin على cos زائد cos هاي المتطابقات تحويل جمع الفرق لضرب امبيني تشتغلوه هاي بتشتغلها لحال هاي بتشتغلها لحال تقسمه ببعض لازم الجواب شيء يعطينا تاني اثبت لي اياها هومورك هاي واجب تبعت لي على 079 6 6 9 1 3 0 6 هاي بتبعي او ابتبعت على جروب جيل التحدي مع خليليو 2005 وطبعا رح ينزلوا الاجوبة رح نحل كل الاجوبة الهوموركات الواجبات تلاتتكم اياها رحلها في لايف اطلع احلها كل عشان كل يتأكد من حلوله طيب جماعة فهيكا يعني الوضع كثير منيح ممتاز ممتاز جدا يا جماعة فيظل علينا تشعب قسي لغريتمي ثلاث فيديوهات بكرة بدأ ان شاء الله اعملهم عشان اخلص وابلش بالمنهاج ان شاء الله طبعا انتم رح تشوفوا دخلتكم على المنهاج غير اللي حاضر الفيديوهات ال 16 17 فيديو هاي رح تدخل بقوة بثقة عارف شو قدامه شو جاي وشو ما اجاك بتكون انت ايش قادر تتصدى مش زي طالب مش داخل على التأسيس الذهبي رح يصطدم في المنهاج رح تسيبه حالة نفسية رح يقعد في الضار ميحلش طيب يا جماعة كل هذا منزل على البطاقة وراح عاملكم امتحان ان شاء الله بنهاية التأسيس الذهبي وبنزل هذا كله على البطاقة المسجل وبطاقة التفاعل طيب يا جماعة لكن شرح المادة رح ينزل فقط على البطاقة شكرا عاملكم